إذن نحن نتحدث على شخص يتحذر وتحذره قوة خارجية يعني يكون هو السيسي الجزائر لكن الفرق ما بين المصريين أو عصابة مصر وعصابة الجزائر هو أن عصابة مصر تولت مباشرة السلطة يعني العسكر في مصر أسقطوا رئيس وأسقطوا انتخابات أسقطوا دستور جاء السيسي وتولى السلطة طبعا هو قال في البداية أنا ما عنديش طمع في السلطة ما عنديش كميرا يقول الآن كيت صالح لكن بعد شوية حطوا واحد كميرا عندنا احنا بن صالح مر سنة بعدين دالوا انتخابات وانتم عارفين الانتخابات في هذه البلدان فمر السيسي والسيسي راكم شايفين الخراب اللي راه دائلوا في مصر مش فقط الخراب في مصر وأصرت إلى أن أثيوبيا راه يقاطع عليهم نصف المياه الآن وفي الخمسة السنوات القادمة لو كان يبقى الوضع كم هاك سيموت المصريين من العطش مش حتى من الجوع من العطش طبعا تعاون السيسي مع إسرائيل في قصف أهل سيناء على غلق غزة على الحرف اليمن على تدمير ليبيا كل هذا السيسي يقوم به بالنسبة للجماعة اللي عصابة نتاعنا احنا عندنا خبر أكبر شوية ما تحطش جنرال مباشرة في السلطة إلا عند الضرورة مثلا في 92 لما قاموا بالانقلاب ما جابوش واحد منهم حطوه رئيس نو جابوا بوذياف بوذياف مدة 28 سنة هم يتهموه عامل المخزن عامل المغرب المروكي كذا كل هذا الأوصف وصفوه بها لكن في لحظة معينة احتاجوه جابوه حطوه رئيس دولة اختلفوا معه بعد شوية قتلوه مش مهم ومن بعدها ثاني ما جابوش حطوه نزار نزار كان مزار هو الأقوى كان ممكن يكون هو الرئيس لا نزار يكون في الخلف وحطوه واجهة مدنية يتحكم فيها حطوه عليه كافي وكانوا راح يحطوه بوتفليقة في 94 لولا أن أبوتفليقة في آخر لحظة آخر لحظة هرب خضاء باسكور وهرب علاه لأنه كان مازال خايف وصلت والمعلومات أن الجماعات الإسلامية مازالت قوية جدا وأنها قد تستولي على السلطة فأبوتفليقة بالنسبة له اللي خاف سلم واللي سلم سعدت أيامه كما يقول المثل فراح هرب ما بين 94 ولما انهزمت الجماعات بين 36 قوس الإسلامية سواء اختراقا أو قتلا أو بعد الطرق عاد بوتفليقة ووضعه رئيس طيب أنا ذاك لماذا مثلا محمد العماري كان يومها هو الأقوالي لماذا ما استولاش رئاسة مباشرة لا هذه في في استراتيجية ضباط العسكر الجزائري لحكم البلاد شافوا بأنهم في المارتين اللي تولى فيها عسكري الحكم مباشرة بومدين في 65 والشادلي في 79 أقدم على تغييرات هائلة وإسقاط هائل للكبار الضباط يومها يومها كانوا في رتبث ما بين رائد ومقدم ومعقيد ما كانش كان انجينيرا فهما قالوا ما كان له نعود هالتجارب ونبقى ونمشوا بالواجهة المدنية ولذلك جاب بوتفليقة وحطه واجهة مدنية حينما انتفض الشعب في 22 فبراير بعد شدوا مد بعد نقاشات وصلوا إلى القناعة في نهاية مارس بأنه يجب الإطاحة ببوتفليقة وإعادة تشكيل الواجهة المدنية وهذا اللي رام رايحين له في 12 ديسمبر هو إعادة تشكيل وبناء الواجهة المدنية لذلك فإن بغزة وسيني إذا لم تحدث إذا لم تحدث تغييرات هائلة لأنه في صراعات الآن نحكي لكم على أحد تجليات هذا الصراع هذا اليومين حدثوا هذا اليومين البارح ولو البارح واليوم حدثت أشياء أدرك نعطي لكم مثال الصراع إذا لم يحدث الصراع مهم وتتم الإطاحة به فإن أبو عزة وسيني سيطيح بالقايد صالح وبالجنيرال الآخرين وسيصبح هو قائد الأركان وزير الدفاع الحكومة القادمة مش سيكون فيها نائب وزير سيكون فيها هو يعين وزير الدفاع وهو يضع الواجهة المدنية تبون، بن العيد، بن فليس، بن جرينا ما يهمش أي واحد فيهم الأحساب هم طبعا الخيار الأول ستبون لكن هذه اليومين أبدأ تغير شوية الأمور نحكي لكم عليها لكن في هذه الخمسة حتى أسوأ واحد فيهم بالنسبة إليهم يؤدي الغرض لكن في طبيعة الحال هم يحاولوا يحتاروا الأفضل الأفضل حتى قبل يومين أو قبل ثلاث أيام كان تبون كان رقم واحد الآن بدت البورسة تبون تضعف شوية بدت تضعف شوية ولذلك كان هجوم عنيف يخوضه ضده صاحب قناة العار صاحب قناة العار وعنده عدة مواقع إضافة إلى النهار أونلاين وقناة النهار إلى آخره يقومون بمعركة شديدة تبون سأعود إلى هذا النقطة سنكمل الفصل في ما يريده بو عز وسيني إذن بو عز وسيني يريد أن يذهب إلى 12 ديسمبر تحت أي ظرف كان بو عز وسيني قمارجي في السلوكه وقمارجي في عقلته جسكو بوتيست العبارة عن الفويالي جسكو بو هي ليست من عنده فقط هي من عنده ولكن أيضا من عند بو عز وسيني هي أيضا من عند بو عز وسيني لأن الشيء الذي يعجب جسكو بوتيست هو أنه جسكو بوتيست يعني يذهب إلى أطرف بالخسارة وبما أنه يلعب معه الدومين ويلعب معه الكارتة من حل آخر فالأبو الدومين والكارتة دائم يعرفوا عقلية بعضاهم خاصة إذا كانوا حطين دراهم حطين القمار فيعرفوا عقلية بعضاهم مليح وشكون هو اللي يروح إلى أقصى الحدود يلعبو البوكير يلعبوه شكون يروح إلى أقصى الحدود وشكون ليتوقف في إطار معين إلى آخره موسيقى موسيقى